باللون الأحمر وعبر شاشات الأسواق العالمية هيمنت أرقام الانهيار بمؤشرات البورصات ومنها الأمريكية والأوروبية والأسيوية والعربية إضافة إلى خسائر النفط والعملات المشفرة على دول ومستثمرين حالة من الارتباك والخوف الشديد تجتاح العالم رافقت ما كشفه مؤشر النزاك الأمريكي الذي سهل التعاملات على خسائر بأكثر من ألف ومئة نقطة إجمالاً وصلت الخسائر العالمية إلى سبعة تريليونات بحسب مراقبين كذلك تجاوزت خسائر الأسهم اليابانية خمسمائة وسبعين مليار دولار والبيتكوين تهبط بأكثر من سبعة عشر بالمئة مؤشر داو جونز الأمريكي يهوي كذلك بنحو ألف وثلاثمائة نقطة في تعاملات ما قبل الافتتاح تعود هذه التراجعات بحسب مختصين إلى ثلاثة أسباب رئيسية أولها تقرير الوظائف الضعيف في أمريكا والذي أشعل مخاوف دخول أكبر اقتصاد في العالم في مرحلة ركود إضافة إلى قيام البنك المركزي في اليابان برفع أسعار الفائدة بأكثر من المتوقع عند خمس وعشرين نقطة أساس فيما السبب الثالث كانت توترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط بين إيران ووكلائها من جهة وإسرائيل وحلفائها من جهة أخرى دفعت هذه الأسباب مخاوف المستثمرين إلى مستويات مرتفعة وأشعلت شرارة البيع في أسواق المال العالمية تجنبا للمخاطر واندفعوا تجاه الذهب باعتباره الملاذ الآمن على الإثر انخفضت عوائد السندات على نحو ملحوظ وهو ما أشار إلى أن الاحتياطية الفيدرالي يمكن أن يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة على نحو أكبر مما كان متوقعا وفي هذا الجانب استغل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حالة الذعر في الأسواق الدولية واتهم الإدارة الحالية برئاسة جو بايدن بالإخفاق في معالجة القضايا المالية والاقتصاد الأمريكي مضيفا أن أسواق الأسهم تنهار وأرقام الوظائف مروعة ويرى مراقبون أن استمرار التصعيد في الشرق الأوسط ينذر بمزيد من التخبط والانهيار الاقتصادي حول العالم اشتركوا في القناة